وأنا أنصح لإخوة في المغرب في الحقيقة من خلال قناتكم الكريمة لو دخل حزب الله أو لو دخلت إيران والجزائر كذلك لو دخلوا على الخط لن تهل الأمر خلال ساعات في الصحراء الغربية فننصحهم أن لا يستمروا بهذه التهم الواهية الكاذبة إرضاءً للكيان الصهيوني لأنه في الحقيقة هذا المحور الثلاثي واحد منه ركن من أركانه لو تدخل بقوة في الموضوع لن تهل الأمر وأنا أنصح لإخوة في المغرب في الحقيقة من خلال قناتكم الكريمة لو دخل حزب الله أو لو دخلت إيران والجزائر كذلك لو دخلوا على الخط لن تهل الأمر خلال ساعات في الصحراء الغربية فننصحهم أن لا يستمروا بهذه التهم الواهية الكاذبة إرضاءً للكيان الصهيوني لأنه في الحقيقة هذا المحور الثلاثي واحد منه ركن من أركانه لو تدخل بقوة في الموضوع لن تهل الأمر إذن موسى بعين الكلام كما سمعتم كان هذا تصريح فيديو لأمير الموسوي ديبلوماسي إيراني الشغل سابقا في الجزائر وهذا الفيديو عنده تقريبا سنة مرت عليه تقريبا السنة حينما خرج أمير الموسوي في قناة الميادين وكان يهدد بشكل واضح وصريح كان يهدد المغرب بالتحالف ما بالنظام حضرات الجزائر تنظيم حزب الله وإيران وكان يهدد بأن المسألة سوف يتم حسمها لصالح مرتزقة البوليزاريو خلال ساعات قليلة فقط وبأن المغرب سوف يتم تقسيمه خلال ساعات قليلة فقط وبأن الصحراء المغربية والأقاليم الجنوبية سوف يتم تسليمها لمرتزقة البوليزاريو بمباركة إيرانية ومباركة حزب الله خلال ساعات قليلة فقط هذا التصريح عنده سنة متابعنا كرام عنده سنة اليوم اليوم شوفوا سبحان الله العظيم كيفاش كالدور الحياة اليوم نشاهد انهيار تنظيم حزب الله في لبنان اليوم نشاهد ليس فقط انهيار حزب الله بل كل من شارك في تدريب وتسليح مرتزقة البوليزاري وقتله كل اللي كانوا ينسقوا و يدربوا و يوجدوا مرتزقة البوليزاريو باش يستخدموا الأسلحة الإيرانية باش يدربوا بها المغرب قتله ونجبت لكم هذا الفيديو باش إذا كان مازالش يشفق على ما حدث لحزب الله أو يتعاطف مع ما حدث لحزب الله يشوف هذا الفيديو و يسمع هذا التهديد للأمان المساوي قبل سنة كان يهدد المغرب قبل عام تقريبا و نحن نقول له اليوم نقول له اليوم مبارك لكم هذا الانهيار العظيم مبارك لكم هذه النكسة العظيمة مبارك لكم هذه شو هاد يقولون الخسارة المدوية الانهيار لتنظيم ميليشيا وإرهابي صرفت عليه إيران أموال طائلة وصدقوني متبعين كرام صدقوني بأن مصير الميليشيات ليه؟ كتهدد الدول وكتهدد على تقسيم الدول وانفصال الأقاليم الدول مصيرها لن يختلف على المصير ذي تنظيم حزب الله حزب الله خلال السنوات القليلة الماضية كانوا يقولون عليه تسلح بأنواع مختلفة من الأسلحة أصبح قويا يشكل ردعا لإسرائيل قادر على مواجهة إسرائيل قادر على فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا خلال أسبوع فقط من ضربات محكمة ودقيقة انهار هذا التنظيم ينهار هذا التنظيم أنا بستعرف بأن من يعول على الميليشيات في تحقيق الأهداف التوسعية والأهداف الانفصالية وتهديد الدول هو يعول على نمر من ورق ومجددا يكتشف نظام حاضرات الجزائر أن الحلفاء دياله أو هم نمر من ورق ويكتشف نظام حاضرات الجزائر مجددا على أنه مغطي ب شغل نقوله شغل نقوله على إيران وشغل نقوله على حزب الله مغطيين بالقشة مغطيين بالقشة أو تعلقوا في القشة هذا هو الحال اليوم ديالحلفاء نظام حاضرات الجزائر ومن كان يعول عليهم من أجل التسليح من أجل التدريب من أجل تأهيل مرتزقة للبوليزار من أجل مواجهة المغرب خصوصا بعد الانتكاسة التي مني بها مرتزقة البوليزاري منذ الثالث عشر من نوفمبر 2020 ولن أبالغ إذا قلت لكم متابعين عن كلام على أن ما قامت به إسرائيل مع حزب الله قام به المغرب مع مرتزقة البوليزاري فمنذ الثالث عشر من نوفمبر 2020 بدأت عملية قطف الرؤوس أنا كنت في كل مرة كنت أدليكم فيديوز كنت أدليكم على التبندير وعمليات التبندير والقيادة الميدانية التي تقتلوه والتي قطفت رؤوسهم من طرف الطائرات المسيرة المغربية فنفس الاستنزاف البشري الذي وقع الآن لتدنيم حزب الله وقع لهم مرتزقة البوليزاريو وقع لهم تآكل من الداخل ولكن كنت تتبعوا الفيديوهات الآخرة راه كنت تكلم على هذه المسألة مرارا وتكرارا تآكل مرتزقة البوليزاريو من الداخل استنزاف العنصر البشري انشقاقات هروب موت سريري تعاني منه مرتزقة البوليزاريو ندعم حضرات الجزائر كانوا يعوّلوا على تنظيم حزب الله وعلى إيران لكي اعطوش دفعة لمرتزقة البوليزاريو لمواجهة المغرب لكن أنتم لا تتفعوا ما نقع فيه وعندما لا تتفعوا ما نقع فيه وعندما لا يأتي شيئا من بعد يقول لك لماذا تسمعوا في تنظيم حزب الله حزب الله كان يسليح البوليزاريو من أجل قتل المغاربة وعندما كنت تسمعوا فيه واللي ما زال عنده شك استمعتم الفيديو لأمير المسعو هذا كان هو المنسق ديبلوماسي إيراني في الجزائر كان هو الذي يدر كل شيء كان لو أن وتس فيها و Bet أن你 رأيت كل شيء بالصورة الأattaいうIVE كانوا يشتعوا دفعة المغرب هذا الناس展عوا منцves سيقدرون أنهم يقسموا المغرب هذا الناس كان يصحبهم بأن تلك العمطة رئيسهم نحن قوة في المنطقة ونحن نديرهم ونحن لدينا ميليشيات ونحن لدينا تنظيمات ونحن لدينا أسلحة ونحن لدينا صواريخ ستنفعهم اليوم انهار هذا التنظيم وانهار هذا التحالف كذلك ما نراه اليوم من تحولات في المنطقة هي تخدم المغرب بشكل كبير وتخدمه الوحدة تصرابية للمغرب لا يهمني فاتش كامل لا يهمني ما يهمني هو المصلحة للمغرب المصلحة للمغرب والمصلحة للأمن والاستقرار كانوا يوجدوا بشأنهم يطلقوا صواريخ على المغرب رب سبحانه وتعالى صلت عليهم أسباب الانهيار صلت عليهم أسباب الانهيار لأن هذو أصلا مجرمين والجرائم اللي دروا في سوريا كان يظن إسرائيل لا تستطيع أن تصل لها سيروا رجعوا فيديوهات سوريا وشوفوا ما هو الحزب اللي تسمى وبالتالي متابعين كرام خلووا الأراضي لكم متعليقات لكم أراكم في فيديو قاعدة مع المزيد من التفاصيل شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم